محمود إليسي عندك فكرة أنه كريم آسم بينزل ينظف النيل ايه؟ ايه؟ تعرف؟ ده فراغ لا اكسب بالله ده ده أنا ادخلقتي مع التصوير حتى ننزل الروح اليوم ده اه لا ده لا ده طبعا ده ده رسالة بيأديها في الحياة لا أنا عرف أن كريم عنده المنتاليتي بتاعته دخلة في حتة البيئة قوي يعني هو كمان مؤئدة ايوه مؤخرا هو والله ينزل مع الشباب ينظلوا ونظفوا النيل من الملوسات الصلبة طيب ما بتقوليش لي يا كريم أجي معاكم والله أنا معرفش أن حدا يبقى مهتم والله أنا اللي فكرت فيه قلت مثلا ممكن تبقى صارع الضرح أنا معرفش أنت مهتم لا والله أجي معاكم وعاتي أنا أحب النظافة لا أحكي لنا عن الحملة دي يا كريم هو مفيش أنا بصراحة يعني أنا شغالة دلوقتي مع شركة بيأور اسمها داير وكانوا من ضمن العملولي انتروفيوه في الأول عشان يشوفوا اهتماماتي وكده فقالولي ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها مستشفى 57 الحاجات دي قلت لهم يا جماعة أنا الحاجات دي طبعا معها جدا بس فعلا الحاجات اللي شغلاني هي البيئة والبلاستيك والتلوث والحاجات دي وان ما فيش وعي خالص فيش حد خالص بيتكلم في دا دي مالغتي اه ايوه في ناس كتيرة واروجهودة كباب بتروح يعني في مجموعة كده بيروح ونزلات فهم قاعدوا يدوروا هم ما معرفوش فلاقوا ان في حاجة اسمها فاري نايل فانا رحت قابلتهم واتفقت معاهم فاري نايل ان انا عايز اشارك معاهم ولو اقدر اساعدهم في تسليط حتى الضوء على اللي بيعملون لان حاجات ايجابية جدا فيه كمية بلاستيك في النيل بشكل هستيري عملتوا ايه بقى روحتوا فين؟ احكيلي التفاصيل هم تجمعنا في مكان معين وبعد كده دخلنا في مراكب ووزعونا على ثلاث كباري واحد جنب المعادي وواحد كبري عباس تقريبا مش فاكر كبري مش قصر النيل جمع الجلاء الجلاء تحته بيقى فيه تراكمات بلاستيك هو اصلا تنظيف البلاستيك مش اي زبالة انت بنلم البلاستيك فوزعونا على الاماكن دي وروحنا بنشيل طبعا الكياس دي مش كياس بلاستيك دي كياس اللي هي بتحط فيها الزبالة دي كياس ريسايكل مش ريسايكل لا بايدو جريدبل يعني بتتحلل بتتحلل مش بتفضل ربعمائة وخمسمائة سنة زي ازاست البلاستيك او كيس البلاستيك لا بيتحلل في ظرف سنة او سنتين وهو اصلا الكياس كب بتتقطع كل لازم يشيلها من تحت لان هي مش قوية قوي زي الكياس البلاستيك يعني تمام اه شلنا ثلاثة ربع الحاجة بس فضل ربع بس فيرساي اهم ان انت لفت الانتباه يعني الصورة رفسها طبعا طبعا انا حاولت بقدر الامكان يعني ما عرفش لو وجودي فرق معاهم انه يسلط الضوء على ده بس لا بالتأكيد يعني احنا لو بيبقى صورة دي عندنا بنقولها حد مثلا ناس من اللي معانا في الستوديو وبتفرجع تليفزيون محمود ما كانش بيارهن فيه حملات زي كده تطلع عايز اقول حاملة فري نايل دي حاجة بجد محترمة جدا هم دلوقتي بيبنوا مركبة عشان تمشي في النيل تلم البلاستيك وتلم الازايز العيمة والحاجات دي هي لها تكنيك معايمة تبقى عيمة كده وبتوروني حتى الدزاين بتاعها تبقى مركبة صغيرة هيبدأوا بيها وان شاء الله لما يجي لهم تمويل تاني حيبنوا مركبة تانية وثالثة وربع بحيث ان نعمل ده بس في نفس الوقت مهم جدا محدش يرمي اي كيس بلاستيك في الشارع في اي حتة لانه بيطير ينزل في النيل وده اللي بنشرب منه وده اللي سمك بيعيش فيه والعالم كله متجه للاستغناء عن البلاستيك يعني احبارك تانية